موسيقى بولوس الرسول اللي هو شاول الترصوصة كان معروف عنه أنه متطهد الكنيسة وعند رجليه أو أمامه قتل أول شهيد المسيحية استفانوس في مدينة القدس أورشاليم طبعاً كون أنه كان عايش في ترصوص دارس الحضارة الرومانية والحضارة الهلينية هذا يعني أنه كان يتكلم عدة لغات كان يتكلم اللغة اليونانية وأكيد كان عنده أو أمام في اللغة الرومانية لكن حتماً كان يعرف اللغة العبرية لأنه دراسة الكتاب المقدس باللغة العبرية وكان يتكلم اللغة الأرامية لأنه كانت اللغة المتعارفة عليها اللي كانوا بيتكلموها في الأراضي المقدسة أكيد كان يروح للقدس ثلاث مرات في السنة الأعياد الرئيسية والرسمية وكان يبات أو يكون عند أخته التي كانت تسكن مدينة أورشاليم هناك تدرب عند رجلي جمال إيل وأصبح أعظم معلم وفريسي الفرسيين وأخذ أوراق حتى يضطهد المسيحيين في سوريا يحضرهم ويسلمهم إلى السلطات لكن تقابل مع الرب يسوع المسيح المقام على الطريق إلى دمشن وهذا اللقاء غيرت حياة شاول الترصوصي قال له يسوع لماذا تضطهدني قال شاول الترصوصي ليسوع المسيح من أنت يا رب ومن هذه اللحظة الرب يسوع أعطاه الدعوة والكيفية أنه كيف يخدم وأنه ينبغي أن يتألم من أجل المسيح وأنه أيضا سيكون رسول للأمم كما قال عن نفسه في أعمال الرسل إصحاح 13 آية 47 أقمتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض وكما قال في نفس أفسوس أو قريب من أفسوس في ميليتوس قال ولكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله نعم سفر أعمال الرسل بيتكلم عن تغييرات جذرية عن انسكاب الروح القدس وأيضا ولادة الكنيسة الأولى عن تغيير شاول الترصوصة تغييرا جذريا وأصبح رسول للأمم وأيضا الحدث الثالث هو دخول الأمم إلى شعب الله وبولوس الرسول نشر هذه الرسالة مبتدئا في مقاطعات آسيا وفي الرحلة التبشرية الثالثة مكث في أفسوس لمدة ثلاث سنين ولأنه فريسي وابن راباي كان بيشتغل بإيديه كان صانع للخيام لأن القول الربانيين يقول إن لم تعلم ابنك حرفة تعلم أن يكون لصا أو سارقا فجاء إلى أفسوس وكان بيشتغل في إيديه وكان مستأجر مدرسة اسمها تيرانوس وكان يعلم في هذا المكان وحدثت نهضة عظيمة في أفسوس وتغيرت هذه المدينة وابتدأت المسيحية وانتشار المسيحية من هذا المكان إلى كل مقاطعات آسيا هذه خلفية بسيطة عن بولوس الرسول حتى لما ندرس عنه في أفسوس نعرف إنه كان شخص تغيرت حياته وفعلا هو من آسيا عنده علم في هذه المناطق وأنه جاء إلى مدينة أفسوس ليتكلم عن الرسالة المسيحية وصلي من كل قلبي إنه هذه الرسالة لمست حياتك وتكون بركة لإلك اشتركوا في القناة